فاحنا عندنا مهرجان في دورته الرسمية 38 لكن نحتفل بمرور 40 سنة على اول دورة ولم نحتفل ولم نحتفل كان ياجب ان احنا رقم الارقام اللي الناس بيحتفل بيها الاربعين يمكن خدوا بالهم بس اقل لك تستنى نحتفل في الدورة الاربعين يمكن بس لا طبعا السنوات في حد ذاتها تستحق الاحتفال كارتاج بدأ 66 كويس السنة دي كتتدور رقم 27 لانه بيوقت مرة كل عامين او كان يؤقد مرة كل عامين احتفل بيليوبيل الزعبي 50 عاما ليه لان انت بتتكلم على انا ابتديت مهرجان امتا اه مش عادة دوراتك ابتديت 76 مزبوط ممتاز يبقى كان واجب فعلا بسم تاني مش هلحاو دلوقتي لا لا خلاص احنا في الدقائق الاخيرة واحنا عادي بنكلم حضركم دلوقتي بتعقد فعاليات حفل الختام وخلونا نتكلم بشيء من الموضوعية برضو احنا عايزين نسود الصورة ولا نقعد نجلد نفسنا ونقول احنا وحشين وحاجة بشعة ولا كمان نقعد نعمل من الحبة قبة قال لنا نتكلم بانصاف احنا عندنا مهرجان عريق مهرجان كبير مهرجان مصنف عندنا مشاكل بس ده لا يعفي ان احنا عندنا عراقة في مهرجان القاهرة اكيد اكيد يعني مهرجان القاهرة انتعرف هو اساسا مهرجان ده ليه سنة 76 لانه مصر طبعا كان انورسات هو رئيس الجمهورية بذلك الحين كانوا شايفين ان اسرائيل عايزة تعمل المهرجان تل قبيب وتحصل على موافقة من الاتحاد الدولي المنتجين اللي هو بيدي للمهرجانات صفة دولية مصر وده خرار سياسي استادات عشان كده حضر افتتاح المهرجان سنة 76 رئيس الوزراء كان ممضوح سالم اللي هو وزير الداخلية كمان كان وزير الداخلية أصبع وكان يوسف السباعي هو الرئيس الشرف الجمعية اللي قامت المهرجان وكانه اساس كمان ملاخ وده طبعا قيمة قيمة كبيرة جدا كان هو الرئيس المهرجان فالمهرجان أساسا بدأ لأسباب سياسية انه مصر يبقى المهرجان اللي في الشرق الأوسط معترب به رسميا هو القاهرة فانت كمان أمام معادلة ليست فقط فنية أو ثقافية ايضا معادلة سياسية وما ينفعش عندنا أكتر من مية أو شوية سنة سينما وما يبقاش عندنا صح مهرجان يعني قدنا يعني قد تاريخنا طيب بالنسبة للأجال الجديدة اللي ما حضرتش بقى كمان ملاخ وساعد الدين وهبة والمهرجان في عظمته وفي تألقه في هذه السنوات قبل ما نخلش في فعاليات هذه الدورة اه اشرح لهم يعني ايه مهرجان القاهرة سينماية وكان عظمته في ايه وكان جذبوا للنجوم مهرجان انت تفتكر انه كان بيتحول الى عرص في البلد في وسط المدينة كويس طبعا وكم الزحام اللي كان بيبقى على دور العرب يا رايس انت هتنسى قصة ولا مناظر وقصة ولا مناظر الشعار الشهير الشعار الشهير قصة ولا مناظر قصة ولا مناظر يجب ان تعقد في المدينة تمام هو ليه المهرجان ما بيعرضش في المنصورة وفي اسيوت وفي سوهاج لانك انت اسمك مهرجان القاهرة والتاني اسمه مهرجان كان صح وده برلين يعني في مدينة القاهرة او مدينة برلين او بس فقط لغي تمام فكان الناس تيجي وانا يعني بقولك عن اه عن شخصيات انا عرفها كانوا يجوا لمنصورة يسكن ان شاء الله في شقة كده او قودة ضيقة او فندق نجمتين في البلد عشان يتفرج على افلام كان عرس ده كأنه عارف المولد بتاع الرياف ده مولد المهرجان وكانت بالاضافة مثلا المهرجان بيطلع دايما نشرة كان بيقى في عشر نشارات اهلية على حساب الناس بتطلع مواكبة للمهرجان وكان الناس تتخطفها اهلية على حساب الناس على حساب يعني انا بقى بعمل جريد عشان بكسب منها كان الناس بتعمل جرائد فيه اقبال فيه اقبال فيه ناس بتشتري انا بقولك الى اي مدى كان درجة الاهمام اه ده كان عرس كردفال كبير اه العرس ده بدأ يتقلس شيئا فشيئا الناس ليه بقى ليه ما خلينا برضو نشوف احنا اخطاء الزمن فيه جزء متعلق بالزمن فيه جزء متعلق بانه بدأ فيه مهرجانات اخرى لا بس يا عشان سطرق موضوع الزمن صحيح احنا مع الزمن اهتمامنا واحتفاقنا بالاشياء بيقل لكن على غرار المهرجانات التانية مهرجان كانوا برلين واوسكار ومش عارف ايه كل سنة بيحلووا لا انا قصدت بزمن حاجتان ايه اللي انت قلت تعليمي شوية اللي هو قصة ولا مناظر لما بدأ ان ندخل في عصر النت فالمناظر اتضربت كلها ايوه صح اصبحت متاحة بس اهو تصدق ده برضو عيبة في حقنا ما هو كلنا احنا كان اهتمامنا بالمهرجان عشان المناظر اه للكم صباحا انتو عارفين حضراتكم كان زمان بجد وكنا بيعملها يعني كلها صغير مش احنا كنا بالفرق عن الناس هما بيعملوها كان تلاقي سينما مثلا راديو ولا سينما ميامي ولا سينما مش عارف ريفولي ولا مترو سينما قد تلل في حصل البلد وشارع سلمان باشا وطلعت حربه بتاعه تلاقي فيلم برتغالي ومش مترجم وبرتغال بتتكلم عن اللوزعية في الهو حاجة ما تقربش منها وتلاقي ناس كده امم ليه عشان الوقت بتاع الشباك قال لهم ده مناظر ايه لا لانا كانوا بيكتبوا على شاهد ورؤى العيان لا لأ كان بيحصل وانت داخل السينما امرأة حائرة بين خمسة رجال بس خلاص خالصنا والعنوان الاجنامي بلوش علاقة بلوش علاقة الحرب العالمية التانية حائرة بين خمسة رجال فلنستيطع للحائرة دي ويسيبوا فيلم التاني بقى يقولك مثلا عن اينشتاين ولا بتاع لا يعيش هو بقى فحل ما رب الناس ثقافة لا بس دي على فكرة يعني طبعا رغب انها مهينة شوية لينا ولتاريخنا بس دي حقيقة انه جزء كبير من اهتمامنا كان انه فكرة مفيش فيسبوك ولا انترنت ولا مواقع الباحية ولا بتاع وفجأة وكان وطبعا هو انت كرقابة بس ناس فكرة فيه رقابة المهرجانات معناها يتعرض كاملا مفيش ما تشيل مش من حق تشيل يعرض الفيلم كاملا او لا يعرض فكانت الافلام بتعرض كما هي بدون تدخل رقابي تبقى للخواعد العالمية مظبوط فده كان سبب احنا كان لازم بقى الرب ثقافة افلام المهرجانات المهرجانات